السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء سنة تلت عدادي اسعد الله اوقاتكم بكل الخير بنحل امتحان محافظة اسيوت عشرين تلاتة وعشرين. اول سؤال في الامتحان التعبير. في التعبير الاجباري جاي لهم لافتة. اكتب لافتة تحث فيها زملائك على احياء اللغة العربية. اي لافتة بتطلب فيها الاهتمام باللغة العربية. اهتم بلغتك لغة القرآن. اي لافتة تاخد الدرجة كاملة. وفي موضوع التعبير اختر الموضوع اللي تقدر تكتف فيه اكتر. في سؤال الكراءة من موضوع قصة اثر. من درس قصة اثر. وتعتبر الكنيسة المعلقة من اقدم الكنائس التي لا تزال باقية في مصر. وقد دفن بها عدد من رجال الدين المسيحي. تخير الاجابة الصحيحة. مراضف تعتبر. وتعتبر. تعتبر يعني تعد. تجب توجد تبنى. لا تعد. تعد الكنيسة من اقدم الكنائس. اتنين. مضاد باقية. باقية يعني موجودة. يبقى عكسها لدى المعنى وعايز المضاد. ميتها مرموقة زائلة زائلة. عكس باقية او موجودة عكسها زائلة. با. على ما يدل وجود جامع عمر بن العاص بجانب الكنيسة. الجامعة جنب الكنيسة بيدل على ايه? يدل على الوحدة الوطنية بين عنصري الامة. بين المسلمين والمسيحيين. ويدل على الترابط بين المصريين. صح او خطأ? واحد. دفن عدد من رجال الدين المسيحي في الكنيسة المعلقة في القرن الثالث الميلادي? لا طبعا عبارة خاطئة. احنا عارفين في القرن الحدي عشر والثاني عشر. اتنين. لا تزال صور رجال الدين المسيحي موجودة بالكنيسة? ايه طبعا عبارة صحيحة. السؤال الثاني من القصة من قصة المحجارية. الف تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين في ميالي. واحد. لقب سيف الدين بعد توليه ملك مصر. لقب بالايه سيف الدين? الكامل العادل? لقب بالعادل. اتنين. جاء ابو بكر القماش الى نجم الدين. كان جاي من من القاهرة. با ما شعور جماعة الاصلاح نحو نجاة نجم الدين. بعد نجاة نجم الدين من الاسر. كان ايه شعور جماعة الاصلاح وابو بكر القماش? فرحه طبعا الفرح والسرور والاجتماع لمساعدة نجم الدين لدخول مصر. جيم صح? او خطأ? واحد. كان الامراء الكاملية الامراء الكاملية. صخطين على الملك العادل وحشية. ايه طبعا عبارة صحيحة. اتنين. وعند القصير اقبلت الانباء بسقوط قلع الدمشق في يد الامير داود? لا مش في داود. في يد الصالح اسماعيل. السؤال اللي بعد كده. القراءة متحررة المحتوى. اقرأ ثم اجب. وعليك ان تتخذ مرآتين. فتنظر في احدهما مساوئ نفسك. فتصلح ما استطعت منها. وتنظر الاخرى محاسن الناس. فتأخذ ما استطعت منها. فان من اشد عيوب الناس خفاء عيوبه علي. تخير الاجابة الصحيحة. مفرد محاسن حسن. حسنة? حسن? احسن. حسن? لا حسن. اتنين. مضاد خفاء. عكس مختفية. كتمان غموض ظهور. عكس الخفاء ظهور. يبقى ظهور. ماذا ترى? عندما تنظر في المرآة الاولى? هم موجودة في القطعة. في المرآة الاولى ترى فيها مساوئ نفسك. طيب وماذا ترى في الاخرى? وفي الاخرى ترى فيها محاسن الناس. صح او خطأ? من الافضل ان تكتشف عيوب نفسك وتصلحها قبل ان يكتشفها الاخرون? ايوة طبعا عبارة صحيحة. اتنين من اشد عيوب الانسان اظهار عيوبه والتفاخر بها? ان الانسان يظهر عيوبه ويتفاخر بها. دي حاجة عيب? ايوة طبعا من اشد عيوب الانسان عبارة صحيحة. طيب دي موجودة في القطعة من اشد عيوب الانسان خفاء عيوب عليه. ايوة عادي مفيش مشكلة بس هنا بيقولنا ان ما يكونش عارف عيوبه. والناس شايفاها. فهي برضو بنفس المعنى. ان من اشد عيوب الانسان برضو اظهار عيوبه والتفاخر بها يبقى عبارة صحيحة. السؤال اللي بعد كده بقى من النصوص. والنص الاجباري جي لهم عباد الرحمن. قال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ان عذابها كان غرامة. انها ساءت مستقرا ومقامة. الف تخير الاجابة الصحيحة. مراضف غراما ان عذابها ملازم لصاحبه. صعبا سهلا اه ملازم لصاحبه. اتنين مضاد اصرف. اصرف عنا عذاب. ابعد. يبقى عكسها وعايز المضاد. ابعد عاقب اجلب. اه اجلب. اللي هي بمعنى قرب. تلاتة انها ساءت مستقرا. ان هنا بتفيد الايه? انها ده اسلوب مؤكد بانه. يبقى بتفيد التوكيد. با. ماذا طلب المتقون من ربهم. بيطلبوا يعبد الرحمن من ربهم. عارفين طبعا. بيطلبوا من ربهم يبعد عنهم عذاب جهنم. اصرف عنا عذاب جهنم. يبقى ماذا طلب المتقون? طلب من ربهم ان يبعد عنهم عذاب جهنم. ولماذا? في تعليلين. لان عذابها كان غراما. ولازم لصاحبه. ولانها اسوأ مكان لاستقرار والاقامة. واحد. علاقة قولي ان عذابها كان غرامة. احنا لسه قالين اهو تعليل. ليه بيطلبوا من ربنا يبعد عنهم عذاب جهنم? اهو? لان عذابها. لان يبقى تعليل. يبقى على قطة تعليل اللي ما قبلها. اتنين. اصرف عنا. اسلوب ايه? برافو اسلوب امر. بس هنا غرضه الدعاء. تلاتة. مستقرا. مقاما. مستقر مكان للاستقرار والاقامة. المقام برضو مكان للاستقرار والاقامة. الاتنين بنفس المعنى. بينهما تراضف. ويفيد زي التضاد. يؤكد المعنى ويوضحه. السؤال بعد كده. اكتب اياتين بعد الاياتين السابقتين. هو هنا جايب لنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ان عذابها كان غرامة. انها ساءت مستقرا ومقامة. كمل يلا لبعدها. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وكان بين ذلك قوامة. والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. السؤال اللي بعد كده بقى النصوص الاختياري. النص الاول من نص ايات العلم للهراوي. ربوا بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم. فالعلم خير قوامي. والعلم مال المعدمين اذا هم خرجوا الى الدنيا بغير حطامي. تخير. مفرد بنيكم بنيكم الابناء. مفردها ابن. يبقى ابنكم. ولدكم حفيدكم اخوكم اكيد لا. مضاد المعدمين المعدمين اللي هم الفؤرة. يبقى عكسها الاغنياء. طيب هنا الاثرياء. ما هو الاثرياء عن الاغنياء. كبراء عظماء اولياء لا. تلاتة. المراد بقوله حطام. اذا هم خرجوا الى الدنيا بغير حطام بغير متاع. يبقى حطام هنا يقصد بها متاع. ابناء فراء هباء لا. اربعة. قوله ربوا هذيبوا. بينهما ايه? ما هي ربوا بمعنى هذيبوا. الاثنين بنفس المعنى. نقول له بينهما تراضف. اشرح البيتين السابقين باسلوب ادبي. هبدأ اقول له ان الشاعر محمد الهراوي يخاطب الاباء ويناشد الاباء ويطلب منهم ان يحسنوا تربية الابناء. ويعلموا ويهذبوا ابناءهم وبناتهم ويؤسسوهم بالعلم. لان العلم افضل اساس لبناء الانسان. لان العلم هو ما للفقير به يحقق اهدفه في الحياة اذا خرج للدنيا بغير متاع. فسيكون العلم هو سلاحه الذي يحقق به هدفه في الحياة. واي شرح برضو قريب للمعنى هتاخد الدرجة كاملة. السؤال اللي بعد كده اكمل مكان النقاط فيما يلي. بنيكم فتياتكم. الابناء والبنات. كلمتين عكس بعض بينهما تضاط. بيفيد يؤكد المعنى ويوضحه. اتنين. ربوا بنيكم علموهم. جاب ربه الاول. تقديم ربه على علمه. التربية والتعليم. طبعا لاهمية التربية على طول. يدل على اهمية التربية في توجيه العلم الى ما ينفع الانسان. وهو ممكن العلم داي يودي الانسان الى تدمير المجتمع. لازم يكون في تربية. النص التاني بقى من نص الكتاب احمد شوقي. تجد الكتب على النقد كما تجد الاخوانة صدقا وكذابة. فتخيرها كما تختاره. والدخر في الصحب والكتب اللبابة. صالح الاخوان يبغيك الطوقة. ورشيد الكتب يبغيك الصوابة. تخير. مراضف الدخر. الدخر في الصحب. الدخر يحفظ ووفر. ايوة. مراضفها يبقى صاح. بدد وضيع. ده ده العكس. قارن وميز اقرأ واكتب. لا. الدخر يعني ووفر. مضاد الاخوان. عكس الاخوان. عكس الاصدقاء. الاعداء. اخوة اخوات. الاعداء. تلاتة. المراض من قوله النقد. تجد الكتب على النقد. هتلاقي الكتاب برضو فيها الكويس وفيها الوحش. فيها الصادق وفيها الكاذب. تمييز الجيد فقط. لا. الرضيء فقط. لا. معرفة الجيد والرضيء. يبقى النقد هنا ان انت تعرف الجيد من الرضيء. قديم وحديث لا. اربعة. قوله صدقا كذابا. كلمتين عكس بعض. الصدق والكاذب. بينهما تضاد. اشرح البيت الاول والثاني مما صبق باسلوب ادبي. هبدأ اقول له ان الشاعر احمد شوقي ينصحنا بان نحسن اختيار الكتب وان نميز بين الجيد والرضيء. لان الكتب منها الصادق والكاذب. مثل الاصدقاء منها الصادق والكاذب. وينصحنا بان نحسن اختيار الكتب ويكون الاختيار بناء على الجوهر والمضمون وليس الشكل والسمن. نحسن اختيار الاصدقاء ونحسن اختيار الكتب. اي شرح قريب هتاخد الدرجة كاملة. با اكمل فهتخيرها اسلوب امر. اداخر اسلوب امر. يبقى الاتنين اسلوبة امر. والغرض نصح. الحاس والنصحة والارشاد. اتنين. تجد الكتب كما تجد الاخوان. يبقى الكتب زي الاخوان. يبقى بيشبه الكتب. بالاخوان. بالاصدقاء. بالاصحاب. باشخاص. مين هالصادق? ومين هالكاذب? السؤال اللي بعد كده. النحو. نقرأ الكتعة كويس جدا. ايا ابنائي. اسلوب نداء هو. فين المنادة? ابنائي. ونوعه مضاف. ان كل. ان ده حرف ناسخ. وكل اسم ان. ان كل. كل المصريين. اللي بعد كل مضاف اليه. يبقى كلمة المصريين هنعربها. مضاف اليه. مضاف اليه. مضاف وعلامة جر الياه. لانه جمع مذكر سالم. يتمنون فعل مضارع. مرفوع بسبوط النون. يتمنون الرقي مفعول بمنصوب. والتقدم معطوف منصوب. ولن ان لن كيه حتى لم التعليل بتنصب. ولن يتأتى. يبقى ده فعل مضارع منصوب بالفتحة. ايه اللي هيتأتى? ذلك. يبقى ده فاعل. اسم اقشارة مبني في محل رفع فاعل. الا بالاهتمام جره مجرور. بالعلم جره مجرور. والصناعة معطوف مجرور. والزراعة معطوف مجرور. وحين اذن نحقق الامال. جملة فعلية. نحقق فعل مضارع. الفاعل ضمير مستاتر. تقديره نحن. ماذا نحقق الامالة مفعول به? يبقى الامال مفعول بمنصوب وعلامة نصب الفتحة. الامال المرجوة دي نعت. نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة. في ذلك العصر جره مجرور. ذلك اسم اقشارة مبني في محل جر. العصري دي بدل مجرور. بدل مطابك. بدل مجرور وعلامة جره الكاسرة. وتصبح السحراء جنة. تصبح من اخوات كانة. السحراء اسم تصبح. مرفعه علامة رفعه الضمة. جنة دي خبر اصبح. خبر تصبح. منصوب وعلامة نصب الفتحة. خضراء. جنة خضراء دي نعت. يبقى خضراء نعت. ونعت منصوب وعلامة نصب الفتحة. وخضراء ممنوعة من الصرف. لانها اسم ممدود. او اسم ينتهي بالف التقنيس الممدودة. هنا منصوب ملوش دعوة خالص بالجر. منصوب الفتحة. فنعمل جنة مصر. نعمل فعل. الجنة دي الفاعل. معرف بقل. ومصر دي المخصوص. مبتدع مؤخر. مرفوع بالضمة. استخرج اسلوب نداء. عايزه الاسلوب كامل. اقول له ايا ابنائي. على بعضها كده. ايا ابنائي. وبين نوع المنادة. اهو ابنائي ده منادة مضاف. وليه مضاف? لان في ضمير. يبقى اقول له ايا ابنائي. وهنا نوع المنادة منادة مضاف. ممنوع من الصرف. وبين سبب المنع. عندي كلمة خضراء. عندي كلمة مصر. اقول له خضراء اسم ممدود. مصر على مواء الناس. اسلوب متح. واحدد المخصوص. فين اسلوب المتح? اهو نعمل جنة مصر. وفين المخصوص? كلمة مصر. بدل وبين نوعه. ذلك العصر. والاسم المعرف بعد اسم الاشارة بدل مطابق. يبقى له العصر والمطابق. جيم. اجب بما هو مطلوب امام كل عبارة. يا طالبا للعلم. طالبا للعلم. فين المنادة? طالبا. وبعده جره مجرور يبقى شبيب بالمضاف. اتنين. اسعدني تفوق الطلاب. اسعدني الفعل. تفوق الفاعل. الطلاب مضاف اليه? بيقول لنا هنا اجعل الفاعل بدل. تفوق ده عزيني خليها بدل. يبقى نجيبها بعد المبدل منه. بعد الطلاب. اقول اسعدني الطلاب تفوقهم. ده صوب الخطأ فيما يلي. واحد يا محمدين اجتهداء. هنا محمدين ده منادة مبنى. والمنادة المبنى بيكون مرفوع. يبقى نقول يا محمدان منادة مبنى على الالف في محل نصب. بئس ما قابلت المنافق. المنافق ده عاقل. والعاقل بياخد من? يبقى بقول بئس من? ما ينفعش ما. ما لغير العاقل. ها اكمل. نكشف في المعجم عن كلمة المرجوة في مادة رجا. اخرها الف نجيب المضارع. يرجو يبقى في مادة را جا وا. باب الراء فصل الجيم مع الواو. وبعد كده الخط والاملاة. بتمنى لكم التوفيق. اشكركم لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.